لعب الجولف الإيطالي ماتايو ماناسيرو يبلغ من العمر 19 عاماً وصبق له وأنفاز بالدور الأوروبي مرتين هذا اللاعب الواعد يحاول السير على خطى كبار رياضة الجولف ماتايو ماناسيرو تايجر ووتس وروري ماكلروي شغلوا قلوب محبي الغولف من خلال مبارياتهم الرائعة بطولات الغولف المفتوحة هل تتابعهما؟ نعم أتابعهما لأنه من الجميل أنر ذلك بمعنى أن روري ماكلروي يلعب بطريقة استثنائية جدا إنه يفوق كل اللاعبين الآخرين حالياً تايجر ووتس يلعب بشكل جيد للغاية وهذا يزيد من حجم المنافسة بين هذين اللاعبين من وجهة نظريك من سيؤثر على الأداء في منافسات كأس رايدر مايكلروي بالنسبة لأوروبا؟ أم ووتس بالنسبة للولايات المتحدة بنسبة لي روري سيكون ضرورياً بالنسبة للفريق الأوروبي لأنه مهم جداً لكن كأس رايدر ليست سهلة إذا أثبت قدرته سيمنح نقاطاً هامة للفريق سيكون من الصعب طبعاً هزيمة تايجر ووتس على الرغم من عدم حصوله على نتائج جيدة بالمقارنة مع مشاركته في كأس رايدر بالنسبة لأوروبا ماكلروي له قيمة كبيرة تايجر ووتس بصدد استعادة مستواه المعهود في الغولف هل سبق لك وأنت بدلت معه هذه الأحاسيس؟ لا نتبدل التحية لكن لا أعرفه بالطبع من ناحية العملية للغولف لقد أصبح قوياً إنه يلعب بطريقة جيدة وفاز بثلاث دورات وأنا أهنئه إنه ليس بنفس المستوى الذي كان عليه في البطولة الكبرى الأخيرة لقد فقد بعض النقاط وهذا ما لم يحدث معه من قبل ولكن المنافسة أصعب مما كانت عليه عندما نفكر في ماتايو مناسيرو فنحن نفكر في معجزة الغولف العالمي لكن اليوم هناك روري ماكلروي وهو معجزة حقيقية للغولف فارق العمر بينكما أربع سنوات أربع سنوات ليس بالكثير في الغولف ما رأيك؟ في الغولف أربع سنوات ليس بالكثير فعلاً لكن بالفعل روري لعب متميز ويستحق أن يكون الأول عالمياً لن أتجرأ على مقارنة لعبي بلعبه ولا بانتظامه لكل واحد من طريقة مختلفة في اللعب وأتمنى أن أتنفس معه يوماً ما في إحدى البطولات كأس رايدر يقترب بسرعة ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف لكل فريق؟ في رأيي نقاط القوة للفريق الأوروبي تكمن في مسار الملعب وأعتقد أن كولسير قد يحدث المفاجأة لأنه يلعب بشكل جيد حقاً في الوقت الحالي وماكيلروي سيجلب الكثير من القوة للفريق إنه الأفضل ويمكن أن يفوز بالنقاط الهمة للفريق لعب المنتخب الأمريكي والذين لا أريد مواجهتهم هما تايغروز وابوبا واتسون لأنهما يعدان من أصعب اللاعبين ولديهما الكثير من المؤيدين ولهذا السبب سيكون من الصعب أن نلعب في الولايات المتحدة أعتقد أنه من الصعب التحدث عن نقاط الضعف لأنه في كأس رايدر نقاط الضعف قد تأتي من اللاعبين الأكثر قوة إذا أراد قائد الفريق جوزي ماريا ولزابان إرسال ماكيلروي أربع مرات إلى الملعب وسجل ماكيلروي نقطة واحدة ستكون هذه نقطة ضعف من نسبة للفريق ماذا نرى مانيسيرو في كأس رايدر؟ في 2014 أمل ذلك الآن أنت تلعب بشكل رئيسي في الجولة الأوروبية هل تعتقد أنك ستنتقل إلى البطولة الكبرى المفتوحة؟ لم أقرر بعد البطولة الكبرى المفتوحة هي الأكثر إثارة خلال الأزمة الأوروبية الجولة الأوروبية تمر بظرف مالي صعب لكن أحب أن أكون هنا أنا أستمتع كثيرا ولكثير من الأصدقاء ونية لحد الساعة هي البقاء هنا من هو مثالك الأعلى؟ لقد كان دائما سيفيريانو باليستيرو الأسباب هي الكاريزمة التي يتمتع بها شخصياته وأسلوبه على الملعب وهذا كان فعلا جدا ولكن أيضا فريدا من نوعه ما هي نقاط القوة والضعف لديك كلاعب جولف؟ لن أتخلى أبدا عن هدفي إضافة إلى التصميم ولكن يعنيد بعض الشيء أحيانا لأني لا أغير جوانب معينة في لعبي ما هي البطولة التي ترغب في الفوز بها في السنوات القادمة؟ ربما بطولة الماسترز وماذا عن أولمبياد ريو دا جانيرو؟ لا تزال هناك أربع سنوات على الموعد ولكن أريد أن أكون بطلا أولمبيا إنه أحد أهدافي ماذا سيفعل شخص في عامه التاسع عشر بثلاثة ملايين يورو الذي كنت قد حصلت عليه في العامين الماضيين؟ ماذا أفعل؟ أنا لم أشتري أي شيء خاص لا قد قضيت عدة عطل ولكن في الأساس أنا أعمل بشد من أجل اللعب بشكل أفضل وأفضل هذا هو شيء الذي كنت أريد القيام به لم تشتري أشياء باهظة الثمن؟ لا لا لم أصرف الكثير ولم أفقد عقلي اشتريت سيارة وهذا كل شيء أشياء الثلاثة يعرفها الجميع في لعبة الغولف أسماء اللاعبين القواعد والسلوك على الملعب لماذا السلوك؟ يجب إحسن التصرف على ملعب الغولف ما هي الكليشيهات الثلاثة الخاصة بالغولف؟ إنها رياضة للمسنين وهي مكلفة للغاية وليست متعبة جدا أعطني ثلاثة أسباب تجعل الناس يتبعون حياتك المهنية لأني أتبع هذا على مدى عدة سنوات وأنا أريد اللعب بشكل جيد للغاية والفوز بكثير من البطولات والثالث أترك الخيارة للجمهور لماذا لا يأخذ لعب الغولف قبعاتهم من مكان آخر؟ لماذا؟ لأن القبع هي الأفضل لإظهار الممول هل تفكر في خلع قبعاتك في بعض الأحيان؟ أحياناً وذلك عندما أغادر ملعب الغولف تفكر في خلع قبعاتك في بعض الأحيان؟ تفكر في خلع قبعاتك في بعض الأحيان؟